السلام عليكم أعزائي ومرحبا من جديد على قناة فرانسي أفيك فولا في هذا الفيديو سنتعلم تصرف أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي بـ ER في زمن الحاضر مع بعض الأمثلة في جمل في آخر الفيديو وقبل البدء لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والمشاركة مع الأصدقاء حتى تعمى الفائدة إذن لنبدأ على بركة الله البرب du premier groupe se termine par ER صوف le verbe ALAY جميع أفعال المجموعة الأولى تنتهي بالنهاية ER معداء le verbe ALAY البرب ALAY هو ينتمي إلى المجموعة التالي تالي أنه من الأفعال الغير المنتظمة فشكله يتغير عند تصرفه في بعض الأزمين رغم أن نهايته تنتهي بـ ER لكنه لا ينتمي إلى المجموعة الأولى أفعال المجموعة الأولى أعدادوها كتير جداً يعني أكتر من أفعال المجموعة التالية وأفعال المجموعة التالية إذن نجدوها بكترة في اللغة الفرنسية يتغير عند تصرفه في جميع الأزمين نهاية أفعال المجموعة الأولى في زمن الحاضر إذن جميع أفعال المجموعة الأولى تنتهي بنفس النهاية عند تصرفها في البرزنة للإندكاتف إذن سنقوم الآن بتصرفه في علين تامي إلى هذه المجموعة فعل يتكلم في زمن الحاضر إذن لتصرف هذا الفعل نقوم بحدث النهاية ER ونحتفظ بالجدر parle ثم نضيف له النهايات التي تلتحق بهذا الفعل عند تصرفه في هذا الزمن الحاضر لبرزنة للإندكاتف جمع يتكلم 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 نتكلم يتكلم 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 نمر إلى مطالة آخر البرزنة للإندكاتف فعل وصل في زمن الحاضر إذن لتصرفه نقوم بنفس الطريقة نحضف النهاية ER ونحتفظ بالجدر لرادكال آغيف ونضيف له النهايات التي تلتحق به تصرف هذه الأفعال في زمن لبرزنة للإندكاتف جاريف 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 إل آغيف أل آغيف نوز آغيفون وز آغيفي إل زاريف أل زاريف إذن الآن نمر إلى بعض الأمثلة في جمل تتضمن أفعال هذه المجموعة أكسبت فعل قبل أو يقبل جاكسبت تون انفتاحون جاكسبت تون انفتاحون أنا أقبلو دعوتك جاكسبت تون انفتاحون جاكسبت تون انفتاحون جاكسبت تون انفتاحون جاكسبت تون انفتاحون جاكسب من عبد نحن نصل في الوقت نحن نصل في الوقت جاكسبت تون انفتاحون أنتم تنتظرون الحافلة Le verbe تخاوية فعل عملا أو يعمل هم يعملون جيدا داخل الفصل الدرسي وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو مقبل إن شاء الله شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو مقبل إن شاء الله